يا صباح الخير والسعادة والهانة على حبيب قلبي يا الف خطوة عزيزة كل الناس اللي موجودة في القناة وكل الناس اللي انضمت الي يعني منوريني وحيات ربنا وانا شرف ليا ان انتوا تكونوا موجودين عندي بحبكم جدا جدا والله العظيم وشكرا جدا على تفعولكم معايا في الفيديوهات كل اللي انا طلبة منك هو لايك وصباحكم سعادة ان شاء الله او مساءكم سعادة على حيزة البابة بتشوفوا الفيديو امتا هنا كده حبيب قلبي سحينا نهار كده آآ جميل وصباحكم وفل وصباحكم هنا عايز اقول لكم الروتين آآ على قد ما هو صغير بس ان شاء الله يكون ممتع ومختلف كده فتحت الشبابيك بقى كلها عشان نهوي آآ الشقة كده لازم هعمل ترويق عميق هروق ترويق عادي لازم آآ افتح الشبابيك كلها حتى لو ساعة في اليوم او ساعة فيه تمام جدا بالنسبة للناس اللي عندها تكييف وكده بيقولوا يا نجا لأ غلط ما ينفعش نفتح الشبابيك لأ افتحيه ساعة يا قلبي وقفلي التكييف الصبح وبعد كده بيشغلي وقفلي كل حاجة تاني هنا بقى آآ قررت عمل لهم كده فطار خفيف عشان احنا النهاردة خارجين والنهاردة مش هيكون في غدا اقول لكم خارجين فين وهاخدكم معايا كمان المهم بقى هنا عملت بيد آآ مسلوق وآآ هحط بقى ايه رشة ملح كده على البيض علشان القشر ما يلزقش في البيض تمام وده عشان واحدة حبيبتي سألتني يا نجا القشر بيلزق في البيض وبيتفرغل وانا بشيله حطيه قلبي بالزبط سبع دقيق على النار وحط رشة ملح او رشة خلي وانتي ايه بتسلق ليه المهم حطيت حتة جبنة وقشرت خيار كده ولادي ما بيحبوش الخيار بقشره فقشرته حطيت حطيت الجبنة كده انا بعشق الجبنة اللي هي عبور لند طعمها بيبقى تحفى الصراحة تمام وحطيت لهم طفاح بعد ما يفتروا قطعولهم كده وبعد ما افترنا حطيت سندوتش جبنة كده على بيد وبعد كده آآ رحت على طول اعمل كوب بيت اهوى عشان تزبط دماغنا كده علشان النهاردة سبوع اختي واحنا رايحين لها هو سبوع بسيط جدا جدا ومش عاملين في اي آآ اي حاجة ولكن انا شفت فيه كم حاجة كده حابة ان انا اكلمكم فيها وحابة ان انا عليه هنا بقى بصوا بقى كوباية القهوة المزبوطة بتاعت الصباح الفتاح الجميل ده وعلى فكرة انا مصح يا بدري ولا اي حاجة وبقى لي كم يوم مكسلة ومقانتخة وتحس ان الجو في كسل غير طبيعي عارفين والله العظيم يا بنات دي مش طبيعتي بس آآ في حاجة غريبة يعني انا بقوم عشان اصور اكسل آآ اقوم عشان آآ اقول لا يلا النهاردة ترويق عميك لا انا عايز انزل شرع الازهر اجيب دكورات آآ عايز اروح ايكية يعني انا عايز اقول لكم ح حاجة ان انا من حلم حياتي ان انا اروح ايكية عمري في حياتي ما اروحتها ولكن ان شاء الله قريبا جدا 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 في زيارة لايكية علشان آآ محتاجة ان انا اجيب شوية حاجات بسيطة من هناك ووريكم بقى الدكورات ووريكم الحاجة آآ اللي هنا شجعوني بقى واللي راح ايكية يقول لي اكتر حاجة آآ اجيبها من هناك تكون ايه المهم يا بنات رحت شربت القهوة ورحت بقى فتحت الشبابين كده بتاعت غرفة الولاد هي القوضة النجيفة انا مروقةها آآ من يومين ب بس طبعا محتاجة ان انش ايه تنظفي بقى مطرح السرير اللي هما نموا عليه هيلموا الالعاب آآ تنفضي لو فيه ترابو ولا حاجة على الشبابيك بس كده حويت حويت معطر تعملي بالمكنسة يعني حاجات بسيطة كده هتلاقي كلمة الدنيا هنا بقى مريم هي اللي آآ هتروأ القوضة بتاعتهم وانا شغلت لها كده وهي هيتلي اماما سيبيني اعتمد على نفسي هي الصراحة مريم شطرة جدا اللهم بارك يعني وانا مديها مهام عليها وخلي بالكو يا بنات ان السن بتاع عشر عشر سنين واحد عشر سنة ده ده سن التمرد لا يا ماما مش هعمل لا ماليش جعوة آآ آآ فانتي لازما تخليها تعمل عشان ده اسمه سن التمرد لو ما عملتش في في الوقت ده وعرفت ان هي عليها آآ مسئوليات وواجبات عليها ان هي تعملها وفي بعد كده مكافئات وفي بعد كده ان هي تلعب وتعمل اللي هي عايزها عشان ما حدش يقول لي يا نوجه هي اللي ما بتعش سنها خلي بالكو اللقطة اللي انا بصورها لكو دي ثلاثة اربع دقائق بيرواقوا اوضيتهم وينظموها هم كلهم مع بعض مش ماريم بس ولكن ماريم بتعمل التقيل يعني مثلا تنظف السراير تعمل بالمكنسة لكن هم كلهم بيساعدوا بعض في ترويق غرفتهم بعد كده بقيت اليوم ماريم قاعدم انتخة يما مسك التليفون يا اما بتتفرج على التلفزيون يا اما بتلعب مع اخوتها باللعب وعملالي بقى ايه امبارح ببص لقيتها ملبسة لي يونس وياسين فساتين والله العظيم زي ما بكلمكم وحطا لهم بتواك في دماغهم وبتقول لك انا مليجة انا عايزة ايه? اخت بنت انا انا اختي النهاردة جابت بنوتة وسمتها ماريم ماريم على اسم بنتي فعايز اقول لكم ماريم طيرة بيها من الفرح وروحنا بقى ليها السبوع النهاردة ماريم شبت انا فيها وعايزة اخدها واحنا ماشيين يا بنتي يهديك يرديك لانا عايزة ايه? اه بنوتة يعني بجد والله العظيم يعني يا ربنا يرزق كل مشتاب الزريا الصالحة ويهدي بنتي علي لان انا الحمد لله رب العالمين والله يا رب لك الحمد يعني ولا دي الحمد لله يا ربنا خليهم لي ويهديهم لي يعني انا حس ان اربعة كده انا الحمد لله يعني كتير تعب وتنظيف وترويق معاهم وبس يبني واهتمام وادوية وتعليم لا 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 بجد بجد وهم تحسوا ان هم في سنهم في سن بعد فبجد الله يعين كل ام ويخلي لكل عين رجاها ويرزق كل مشتاب الزريا الصالحة يا رب العالمين المهم يا بنات انا روحت بقى النهاردة انا اخوكم معايا يعني بصوا خلاص انا اخوكم معايا بس عايزة اقول لكم عشان وقت الفجر رحت النهاردة بقى آآ عندغتي علشان ولدت الحمد لله ربنا انا رزقها بمريم آآ تمام بس ولدة عند حمدها مش قاعده ايه في بيتها آآ طبعا حمدها ستة محترمة جدا وانا بعزها جدا والله العظيم فروحنا بقى وكان السبو حلو جدا لقيتهم عاملين عادات وتقاليد آآ حاجات عادات الصعيد فاهمين جايب اقول له وربطة القلة من فوق من راس القلة وسلقة بضاية وحطاها فوق القلة وحطا سبحة ملبسة القلة سبحة قلة عادية فتعرفين يعني ايه قلة بالنسبة للناس اللي ما يعرفوش يعني ايه قلة انا انا مصورها هورها لكم دلوقت بس طبعا ده اللي شد انتباهي يعني فانا هقول لكم يعني لكل حاجة لما تجي الصورة عشان فيه ناس كتير ما عارفوش يعني ايه قوله فيه ناس كتير عارفينها تمام ففيه عادات وتقاليد على فكرة لغاية دلوقتي الناس بيعملوها ولغاية دلوقتي الناس محتفظين بعداتهم وتقاليدهم رغم ان احنا في القرن الاثنين وعشرين في يعني الله المستعد المهمة بقى يا بنات حضرت انا هنا كده لولادي على السرير اهو كل واحد بقى البنطلون وتشارت بتاعه ومريم هنا شطورة هي بتعمل بالمكنسة ويلا بقى اي حبيب قلبي كل بنوطة بتسمعني او كل ام بتسمعني تسمع لبنتها القطعة دي كل بنوطة شطرة تساعد مامتها علشان تخش الجنة كده وتبقى بنت امورة ولما تكبر ان شاء الله تقدر تساعد مامتها ما تحسش ان شغل البيت تقيل عليها وبعدين التعاليم في الصغر كالنقش على الحجر حافظ على نظافة بيتك او غرفتك حافظ على نظافة مطبخك لما تيجي انا بقول لولادي على طول لما تاكلوا حاجة اخسلوا الكوباية طبعا مش من اول يعني مش من اول كلمة بيسمعوا كلامي انا عايزة اقول لكم انا باعد اصوت وبانحر في قلبي واقول له يا الله يا ابني طب انا جاي لكم بالشبشب والكلام ده كله انا ام زي اي ام وعلى فكرة التربية الحديثة يعني جربتها ساعة ونص جالي جلطة منها فبطلتها مش اقول لكم يومين ولا تلاتة هي ساعة ونص بس حسيت ان انا هتخني لأ انا لازم نرجع زي الاول يا هاد فالله المستعان وربنا ايهدي ولادنا يا رب العالمين بجد هنا بقى حدرت لهم كده الهدوم ويلا بقى كله هيلبس عادلت لهم الهدوم لان انا على طول عادة بغسل الهدوم على ظهرها بقول عشان لو جي فيها اللي هو الوبر ولا اي حاجة ما يكونش باين يعني على الوش والكلام ده تمام هنا بقى يونس كان عمالي عيط وعمالي يقول لي اتصور اتصور يا ابني حاضر يا ابني اصبر مفيش فايدة عارفة عزينك خلاص بقى نجمز سوشيال ميديا على العموم يا بنات قولوا احنا بنحب يونس عشان عشان يونس عمالي يقول لي ماما عايزة تصور هنا بقى قعدتهم وطولهم كل واحد ياخدوا دومه يلا هب بنا يلا ترك لبسوا على طول طبعا بعد مغلبوني وجلطوني واماما في ليل الزرار واماما لبسيني ودخلت عشان البس التقم بتاعي ده اا قلت وكده يا بنات انا البست بصوا انا البست تقم تاني خلص غير اللي انا وريته لكم حاجة خفيفة يعني تناسب اجواء السبوع بصوا 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 الطرحة دي رايقة ولا انا حاسها رايقك مني فيها بقى ابيض وكده وكده خلاص يلا تعالوا خدكوا بقى معي السبوع بتاع اختي تمام واحنا خارجين لازم ان نخلي بالنا ونفق للباب المفتاح كويس وندفي كل الانوار لو المراوح شغالة دوس على زرار المراوحة واقفة ليه عشان تهدى شوية على طول دي يعني الحاجات اللي انا بفكر بها نفسي لو في احنا فيها مفتوحة في حاجة المهم نزلت وركبت المارسيديس بتاعتي ويلا بينا على السبوع عايز اقول لكم ان بيتي جنب بيت اختي يعني او جنب بيت حماية اختي يعني مش بعيد اول اي حاجة اا ولكن بقى حبيت ان انا ايه ان نروح بتقطب كده ونركب ونروح هنا بقى هي دي القلة هي دي القلة اللي انا اقول لكم عليها اقول لها وربطينها بعمة وحطين لها سبحة وحطينها كده في صانية وحطين فول من تحتها وحطين فوق بيضة شايفين البيضة دي البيضة دي مسلوقة قالت لي بقى علشان البنت تطلع مؤدبة وتلبس الترحة وتحب التسبيح طبعا دي الله اعلم صح والغلط ويه البيضة دي حد كبير في السن ياكل عشان ربنا يطول في عمرها والله العظيم حماية اختي هي لقيت لي كده وسعيدية سعيدية يعني من من السعيد دي عادات وتقاليد السعيد دي خالد دي اخت حماية اختي بص بتعمل ليه في العيل والله العظيم قلت لهم بس بس والله العظيم بص ودي دي اختي بقى عملت قل لهم بس وانا قلت لهم يا بنت ده ايه ده يا والله العظيم التفل حرام يجيلو حاجة في مخ فبجد يعني عادات وتقاليد انا مش حباها الصراحة من مش حبيت العادات والتقاليد دي خالص اختي اهيه قلت لاش بنتك يعني حرام وبعدين مكحلين البيت وعمل الله حواجيب حاجة ايه بقى انا رجعت البيت على طول ما خدناش وقت الصراحة يعني السبوع كان على قد كده فما خدتش وقت خالص بصوا اه اديتنا اديونا بقي اسبوع اهو تمامهم جيبت بقى حاجات وانا جاية طبعا عشان اه ما عملتش اكل النهاردة فتعالوا نشوف جبت كشري جبت كشري من عند السلطان السلطان ده اللي هو اخر شارع العشرين عايز اقول لكم ان الكشري بتاعه خاطير تما جبت كسيم كشري انا بحب اكل في الكيس عشان تبقوا عارفين جبت بقى اه اتنين طاج Hendaynam برضو من عند السلطان تاجم بالفراخ عايز اقول لكم ان التاجم بتاعه خاطير 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 بس اه هذا الطواجن ليس لي احب الكشر في الكيس الطواجن ده واحد لمريم واحد لقوشا بالفراخ اهو طحفة جدا مصروا اه يعني ده الغداء جبت ايه بقى تاني جبت هو ايه ده اه جبت ربع فرخة مشوية طب انا اتقول لي احنا نجة انت خلاص جايبة ربع فرخة اقول لك ايه البخش جايبة ربع فرخة بس ده لزياد عشان زيادة عمل ضايت فما بيقولش معنا الاكل اللي هو اللي هو اكوش يا ربع او الكلام ده لا فانا ايه وقفت برضو بتاع فراخ جبت له ربع فرخة مشوية اهي شارفة افتحها افتحها لا